رمضان كريم ولعلك متابع المشهد الرياضي صحيح عن بعد لكن في عمق شوية عجبني كلمة عمق دي لان يعني انا لما بقرالك بقاس انت ده مالي عايز توصل لحاجة الناس يا مشواخ ده بلا مين اي مش رادية تروح له ما هو ده ده دور الفلسفة والتحليل الفلسفي ده زي بنشوف ابعد شوية وطبعا المشهد الرياضي بالنسبة لي كوني اهلاوي لا متابع ومست مش بتابع عن بعد متابع بشغف ويعني اصدقك القول انه المسافة الزمنية بين التعادل مع سوندونز في القاهرة ثم لقاء الهلال السوداني كانت بالنسبة لي فترة بيات شتوني خطيرة اه فترة من الاكتئاب والتوتر والقلق لان انا انا اعرفش دايما عنوان الاهل عندي انه ملك افريقيا ملك افريقيا المتوج ما بيتوج انه بيصل للحظات الاخيرة للامطار الاخيرة اه لما بيخرج من السباق ده بالزمن عندي شوية ما ينفعش يخرج بدري لا ما ينفعش ما بينفعش الحياة بالنسبة لي بتفقد شيء من بعضا من مذاقها يعني انا مرة حكيت للاستاذ ابراهيم مرة ومرة كتبتها في مقال لو حضرته تتذكره انه هدف ابو ترجى في السفاقس التونسي اللي جابنانا بتورة 2006 كان له دور مهم جدا وحاسم ان انا احسم قراري ببدء مشروع ثقافي او كتابي عن الاسلام كنت بعد محاضرة البابا بنت كتوسة 19 امام طلاب جامعة هنزيبرج المانية المحاضرة اللي انتقد في الاسلام بشدة واعتبر ان الخلاص مجرد حسرا على الكاسوليكية وحرم منه حتى البردوستانت والاسلام كان فيه ضجج كبيرة في العالم الاسلامي وفكرت اعمل كتاب في الموضوع والحق اشجعني السيد عمرو موسى كان امين عام جامعة الدول العربية وقالي انه لو انا قدرت اكتب هذا الكتاب الجامعة هتساهم في ترجمته لانه كنت قابت عنه مقالة في الحلندنية ولقى تعجاب شديد وكلمني بعدها وشجعني عن الفكرة لكن برغم هذا فضلت متردد تردد شديد لانه القدام على تأليف كتابة عن الرسول او عن الاسلام لحد من خارج الحقر الديني كمهمة تبدو عسيرة ومخيفة انا تهيبت لدرجة انا فضلت افكر من سبتمبر لحتى ديسمبر تاريخ ماتش الاهلي والسفاقسي في تونس واقسم كنت بفرج على الماتش ده في النادي الاهلي انا واخواتي وزوجاتهم وبنتفرج على الماتش وعديل لحد ديها 94 لحد ما بيجي الجول طبعا بيضج بيضج وبنفرح وبنحتفل وبعد ما بخرج من هذه من سكرة الفرح بلقي نفسي باخد قرار اللي انا كنت معطله من ثلاث شهور بفكر فيه اعمل ده ولا ما اعملوش لاتني في اليوم التالي على طول ببدأ فيك تأليف كتاب محمد نبي الانسانية وهو من عز كتبه الى نفسي ويمكن ده الكتاب اللي الطبع مره طبعتين ثلاثة لانه جون ابوتريكا داني شعور عميق انه لا مستحيل وانه كل شيء ممكن وده هاجس نفسي او باعث نفسي يحفز اي ارادة اي شخص ومنسمى قد كان فانا علاقتي بالمسألة الاهلي ده جزء من تكوين نفسي بنتباتة ده العمق اللي بناتكلم فيه رابط كثير من الامور اللي تبدو بعيدة هاي جي اي واحد بيتقرق دولاتي يقولك اي يا سيدي علاق الداب ده لكن انت رابطها بعمق فالشافي انه لا مستحيل لا مفيش صعب انه اذا كان لا مستحيل على هذا النحو ايه اللي خلينا نفكر فيه مستحيلات اخرى اصلاه المستحيل واحد والممكن واحد لكنه يتفرع الى مجالات كثيرة جدا وفيه شخص يعني المحفزات اللي تمنح الانسان الارادة والدافع كثيرة واحد ممكن شديد الايمان دافعه دافع الاه دافع متافيزيقي في واحد مثلا بياخد قوطه النفسية او دوافعه لحق الاساسية من انتماؤه الوطن معين لفكرة معينة لمبدأ معين لإديولوجيا معينة فمتحركه فبيخدمه ودائما انه وجود الدافع هو اللي بيوصل لانه فيه حركة الروح الروح ده شيء كامن بيوازي حركة الجسد يعني قمة الفعلية الانسانية وقمة الجمود الانساني الفاري فيه اجسدنا واحدة ظهريا لكنه بيحركنا من جوانا حاجة اسمها حركة الروح انت عندك الهام عندك حوافز عندك إرادة ولا هذه الأشياء غير موجودة فيبقى الجسد يبقى صامت الإرادة هنا تبقى مقتولة الحافز ده انت ممكن تبقى عالم الحافز ده يحركك انك تعمل نظرية علمية ممكن تبقى لعب كورة فالحافز ده ينتجك انك تحمل هدف جميل او تاخد بطولة مهمة الحافز ده يبقى في الفكر انك تبدأ مشروع يتبدو بالنسبة لك جسور او متجاوز او بتتهيبه الحافز يخليك تشعر بالرغبة والإرادة انك تنجزه فالرغبة ده جزء من حركة الروح اللي بتجتمع الإرادة في بوطقة الروح ويشعر الانسان انه قادر على تنفيذ اي فكرة الاساس بالقدرة هو اساس كل عمل ناجح ايا كان شكل هذا العمل في الكورة في الفكر في الفلسطة في العلم في اي مجال اشتركوا في القناة